الفصل السادس وزير التربية والتعليم وكان علي معروفا بساعة اطلاعه وغزارة علمه وثقافته وقدرته على إدارة ما يكلف به من الأعمال وإن لم تكن في تخصصه الهندسي فأسندت إليه أمور عجز غيره عن النهوض بها فقام بها خير قيام مما زاد الثقة به والاعتماد عليه ومدى صاعدا في درجات المجد التي كان يتمناها حتى أسند إليه عباس أكبر منصب في ميدان التعليم فتعال بنا نرافقه في هذا الميدان لنرى كيف أداره ذلك المهندس القدير ونال فيه أعظم تقدير لم يكن للمدارس المصرية حين ذاك قانون ينظم سير التعليم فيها ويؤدي الفائدة منه فأراد عباس أن يدع لها ذلك القانون ولما كلف بعض المختصين بوضعه لم يستطيع أن يحقق الرغبة المطلوبة منه فدع العالم الجليل علي مبارك وأسند إليه ذلك العمل فوضعه وعرضه عليه فنال إعجابه وهنأه على قدرته ودقته وأنعم عليه برتبة الأمير لاي وعينه ناظرا للمدارس فكان أول وزير مصري تولى هذا العمل وكان من قبل ذلك في أيدي الأجانب يعبثون فيه كما يشاءون وقد أعطى ذلك العالم الفاضل التعليم أكبر رعاية وأجلها فكان يدع بنفسه الكتب للمدارس أو يعاون المعلمين في تأليفها ولم تشغله أعماله الكثيرة عن الإشراف على مأكل التلاميذ وملبسهم وراحتهم وتعليمهم فيعلم بنفسه التلميذ كيف يلبس وكيف يأكل وكيف يقرأ ويكتب ويلاحظ المعلم كيف يلقي الدروس وكيف يؤدب التلاميذ ويرشدهم إلى ما ينبغي أن يصنع لينشأ التلميذ صحيحا واعيا قادرا على خدمة بلاده فلا يمضي يوم إلا ويدخل عند كل فرقة ويتفقد أحوالها ويشدد على الضباط والخدمة في القيام بأعمالهم خير قيام ولم يكفي ذلك آداء لواجب الوطن فكان يلقي دروسا في هذه المدارس أيضا